للمزيد عن هذه الهجمات ضد أهداف أمريكية من قبل الميليشيات الموالية لإيران معنا من بغداد مستشار رئيس الحكومة العراقية الدكتور حسين علاوي مساء الخير دكتور حسين علاوي لماذا بقيت هذه الهجمات سهلا نورسة فضيلة نورسة أهلا وسهلا بك لماذا بقيت هذه الهجمات على أهداف أمريكية عسكرية لماذا بقيت في إطار الرسائل والردع بدل التصعيد مدة ثلاثة أشهر تقريبا مساء الخير عليكم مساء الخير على المشاهدين الكرام أكيد هذه الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية تحتضن المستشارين والبعثة التحالف الدولي فيها العراق هي تحدي أمام الأمن القوم العراقي وتحدي كذلك أمام الحكومة العراقية وهي أرث ورثته الحكومة العراقية لكن استطاعت على مدى سنة كاملة لم يكن هناك مبرر لهذه الهجمات ولذلك منذ 27-10-2022 لغاية 17-2023 لم تحدث أي هجمة على القواعد العسكرية وعلى البعثات الدوليماسية فيها العراق ولكن بالمقابل لاحظنا أنه بعد أزمة غزة تصاعدت وتيرة هذه الهجمات في الأنبار وكذلك بالمقابل في أربيل وهذا كان تحدي والتحدي هذا مستمر وبتالي هو انعكاس لأزمة غزة من جهة ولكنه مبرر لهذه المجموعات في أن تتخذ هذه الأزمة كمبرر لهجماتها ضد المصالح الوطنية العراقية وضد كذلك بالمقابل تزامات العراق الدولية باتجاه حماية البعثات وكذلك حماية المستشارين ضمن القواعد العسكرية العراقية ولذلك هناك عمل من الحكومة العراقية لتخفيض هذا التصعيد من جهة والحوار السياسي من جهة أخرى مع القوى السياسية العراقية باتجاه وضع حلول والسيطرة على هذه المواقف وكذلك العلاقة مع حكومة تقليم كردستان وهي علاقة جيدة وفعالة وهي تعمل على تخفيض كذلك هذا التصعيد ولذلك هذا التصعيد هو انعكاس لأزمة غزة التي انعكست على الأراضي العراقية والتي أصبح التحدي ليس فقط في العراق وإنما لدول المهم ولكن سيد علاوي من الواضح لا إدارة أوباما ولا هذه الميليشيات يعني يريدان التصعيد حقيقة هي رسائل من الميليشيات رد محدود من الإدارة الأمريكية هل برأيك هناك خطر الآن بقيام هجمات على نطق أوسع سيد رئيس وزراء السادة محمد الشياء السوداني حذر من هذا الموضوع وحذر من الحلول المنفردة كون أنها مهام عمل القوات التحالف الدولي وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انتهت المهام التي كانت تدير بها الحرب على الإرهاب في خصوص الموجة الكبرى وانتقلت إلى مهام التدريب وبناء القدرات وتمكين القوات المسلحة العراقية بأنها محددة بمهام ضمن عملها مع قيادة العاملات المشتركة ومع الوزارات والمؤسسات العسكرية والدفاعية العراقية ولذلك خروج عن هذه المهام طبعا سينعك سلبا على الأمن القوم العراقي من جهة وعلى المصالح الوطنية العراقية من جهة أخرى وعلى كذلك العلاقات الدفاعية ما بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية من جهة وكذلك العراق والتحالف الدولي ولذلك الحكومة العراقية تحاول أن تضغط على الجميع من أجل عدم الوصول إلى هذه النقطة من جهة وكذلك بالمقابل السيطرة على هذه المواقف من خلال العمل السياسي والدبلوماسي وكذلك بالمقابل مسار الاتصالات الاستراتيجية التي يجريها السيد رئيس وزراء مع المسؤولين الأمريكيين الذين كانوا في مقدمتهم الرئيس بايدن وكذلك وزير الدفاع ووزير الخارجية ولكن هذه الهجمات مستمرة سيد علاوي ولثلاثة أشهر تقريبا لا نرى نتيجة هذا الضغط من قبل الحكومة العراقية أو الرئاسة العراقية على هذه الميليشيات بوقف هذا التصعيد ماذا يعني ذلك؟ لا يعني أن الحكومة العراقية مستمرة حقيقة بالضغط ولكن هناك مسارات لا تظهر للإعلام وتعمل الحكومة العراقية لتخفيض هذا التصعيد على الأراضي العراقية وهذا التصعيد بالحسابات الاستراتيجية متوقع كوننا نعيش في منطقة تعاني من صراع طويل وكذلك صراع موسع بعد العدوان الإسرائيلي على أهنى في غزة حقيقة من الأقوى الفلسطينيين الذين هم عزل وبالتالي مطلب العراق لإنهاء هذه الأزمة ولعدم كذلك إفساح المجال للآخرين باستثمار هذا الوضع على الأراضي العراقية سواء المجموعات المسلحة وغيرها من الأطراف حقيقة التي تحاول أن تذهب بالعراق وأن ينزلق بهذه الأزمة الكبرى وقف اطلاق النار هو واحد من الحلول الاستراتيجية لإنهاء هذه الأزمة وكذلك بالمقابل وضح حد لهذه الهجمات على القواعد العسكرية العراقية التي تحتضن هذه البعثات الاستشارية من قبل الجانب الأميركي وكذلك التحالف الدولي برأيك هذه الميليشيات إلى أي مدى الآن ومن خلال فتح هذه الجبهة تضامنا مع غزة ضد إسرائيل إلى أي مدى ترى بأنها ترسخ نفسها أكثر فأكثر سياسيا على الأرض يعني لا توقع أنها ترسخ نفسها سياسيا أو أمنيا على الأرض لأنه اتجاه العراقيين واتجاه المواطنين هو يتجه مع الحكومة العراقية وحتى القوى السياسية الرئيسة في البرلمان الآن دعمت الحكومة العراقية سواء في الإطار التنسيقية أو في إتلاف دارة الدولة نحو التنمية نحو العمل الاقتصادي نحو مرحلة بناء السلام التي العراقيين والحكومة العراقية والرئاسات الثلاثة والقوى السياسية العراقية متشبثين جدا بها لأن هذه المرحلة هي من تنقل هذا النصر العسكري الذي تحقق على مدى العشرين سنة الماضية ومن تحديات الأمن وعدم الاستقرار إلى الاستقرار طويل الأمد وهذا بالتالي هو مسار أساسي طالب بالمجتمع ولذلك هي امتداد حقيقي هذه المرحلة لعملية التحول التي تحدث بالعراق وهذه مخاضات التغيير قد واجهت آثار أزمة غزة ولكن أتوقع أن هذه الأزمة سوف نعديها خلال المرحلة المقبلة وسوف ننتقل إلى التنمية بصورة تامة وننتقل كذلك إلى الاقتصاد مستقر وبلد كذلك يحقق هذا الاستقرار نتيجة الثمن الكبير الذي دفعه من عمر عقدين من الديمقراطية وعقدين من الاستقرار السياسي والأمن الذي تحقق نتيجة التحديات الكبرى التي خضناها في العراق شكرا جزيلا المستشار رئيس الحكومة العراقية دكتور حسين علاوي في بغداد